اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب ان مملكة البحرين ماضية في استقطاب واستضافة البطولات العالمية الكبرى التي تساهم في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة عهل البلاد المعظم في جعل المملكة قبل لاحتضان الفعاليات الرياضية واشهد سموه باهتمامه ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعته الدائمة مما يسهم في مساهمة الجانب الرياضي الفعال في رؤية المملكة الاقتصادية 2030 وقال سموه بمناسبة انطلاق بطولة الشرق الاوسط للرجل الحديدي ان النجاحات المتواصلة التي حققتها المملكة في الفترة الماضية في احتضان الفعاليات الرياضية الكبرى جعل انظار العالم تتجه نحو البحرين وهو الهدف الاسمى في مساهمة الجانب الرياضي في الترويج المستمر للمملكة واستغلال الاحداث الرياضية بافضل صورة حيث شكلت البطولة التي اقيمت على ارض المملكة علامة فارقة في النجاحات واضاف اسمو الشيخ ناصر بن حمد ان الجميع سيبدل جهودا مضاعفة من اجل تسجيل نجاح جديد اضافه الى سلسلة الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية عبر تنظيم مثالي لبطولة الشرق الاوسط للرجل الحديدي متمنى ان سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين ومشيدا بجهود المساهمين في تنظيم البطولة اشتركوا في القناة